مرحبا جميعا كمليني بسلسلة شبكات بتري نت هنعطي امثلة اكتر عن شبكات بتري العادية عندنا المسألة التالية عندي طابعة وعندي طلاب وعندي مدرسين طلاب المدرسين عندي هن مورد نائم يعني باي وقت ممكن يجيني طالب باي وقت ممكن يجيني استاذ وممكن باكل مكان للطالب والمعلم انه يكون عندي اكتر من طالب او اكتر من معلم يعني بالمكان يعني انا مكان الطالب مثلا هيكون عندي اكتر من مورد للطالب يعني انا عندي ثلاث طلاب مثلا حاليا هن موجودين بهذا المكان عندي وجود الطابعة الطلاب بدون يستخدموا هاي الطابعة وعندي طابعة واحدة فالمورد الطابعة هو واحد حيتم حجده دائما بخلال الوقت الواحد ممكن يستخدم الطابعة شخص واحد اما طالب اما مدرس فهنقوم بالعملية التالية الطالب هيحجز الطابعة فعن طريق الممر حينتقل لعملية الطباعة بس ينتهي من عملية الطباعة حيخرج الطالب وحتتحرر الطابعة كمان نفس الأمر للمعلم معلم ممكن يجي فبيأخذ الطابعة بيعمل عمليات الطباعة بعدين بيخرج المعلم وبتتحرر الطابعة حنشوف آلية انتقال الموارد كيف هلأ هون إجا عندي طالب والطابعة موجودة في مكان الطابعة في عندي مورد الطابعة موجود هلأ حينتقل مورد الطابع مورد الطبع الطالب عفون وحيصير بعملية الطباعة بعدها هيخرج الطالب وتتحرر الطبع فبترجع لمكانه نفس الشي إذا إجا معلم حيناخد الطبع بما أنه هي موجودة بعدين حينتقل لعملية الطبع يخرج المعلم وبتتحرر الطبع طيب هلأ أنا مثل ما شفنا إجا طالب أخذ الطبع إجا معلم أخذ الطبع طيب أنا إذا بدي لا إذا إجا طلاب حياخدوا الطابعة أوكي طيب بس إذا إجا معلم وعندي طلاب أنا بدي مرق المعلم أسرع فأنا بدي أعطي أولوية للمعلم بحيث إذا إجا معلم أنا مرق المعلم بغض النظر قديش عندي طلاب لأنه بدي مرق المعلم أول فهون هنستخدم شيء اسمه القوس المعنى هنرسمه بالشكل التالي قوس بنهايته دائرة بيطلع من المكان يلي أنا بدي أعمل عليه الأولوية وببعثوا على الممر تبع الطالب حتى يمنع الطالب يمر طيب هون شو صار؟ صار أنا إذا عندي مورد طالب والطابعة عندي إياها فاضي وأجا مورد معلم فهون الممر حيوقف يعني طول ما في مورد معلم ممر الطالب مستحيل يتفعل أما إذا كان ما في طالب ما في ولا معلم وجه طالب والطابعة فاضي فممر الطالب لعمليات الطبعة حيتفعل ويسمح له بالمرور حيكون الانتقال كالتالي عندي معلم وعندي طالب حيمر المعلم أول يروح يعمل الطبعة بيخرج المعلم تتحرر الطابعة هلأ ما عندي معلم فبيحسن الطالب يطبع بيخرج الطالب تتحرر الطابعة نستنتج إنه القوس المانع مهم في حال بدي حط أولوية أنا عن مورد عن آخر فمثل هون عنا حالة الأستاذ والطالب أنا بدي أعطي الأستاذ أولوية بالمرور أكثر من الطالب فهون أنا بستخدم القوس المانع الملاحظة التانية بدنا ننتبه لها إنه ما ننسى نحط الحالات الابتدائية يعني ما كان موارد وين موجودة ببداية النظام المسألة التانية هي نظام فندي ماشين بهي الآلة فيني استخدم نوعين فقط من القطعة المعدنية إما خمسة أو عشرة بس الشغلات اللي بتوفر ليها هاي الآلة أو المنتجات اللي بتوفرها حتكون نوعين يا أما منتجات بخمسة عشر 15 ليرة أو 20 ليرة والآلة ما لح ترجع لي أي زيادة من النقود طيب الحال هون كيف حيكون أول شي أنا بما أنه بدي دخل هاي القطعة المعدنية على الآلة فأنا عندي ياها عداد تبع الآلة أو قدش أنا الآلة عم تحصل فأول حالة حتكون أنه هي فاضية ما فيه شي بعدين ممكن دخل خمسة وممكن دخل عشرة طيب أنا دخلت خمسة ودخلت عشرة قالونا أنه الغراض المنتجات اللي بتبيعها هاي الآلة هي يا بخمسة عشرة فأنا ما بكفي دخل خمسة وعشرة بس فبعد الخمسة حدخل إما خمسة فأنا صرت رجعت على حالة العشرة أنه أنا صار معي عشرة أو حدخل عشرة فأنا صار معي خمسة عش هلا بس صار معي خمسة عش أنا ممكن اشتري المنتج اللي سعره خمسة عش فأنا بشتري المنتج اللي سعره خمسة عش بمرر على ممر فهون أخذ الـ 15 ورجعت الآلة لحالة الصفر أنه هي ما فيها قنقود أبدا أو بعد الـ 15 أنا ما بدي أشتري غرط الـ 15 لأشتري غرط اشتري غرط الـ 20 هدخل 5 ثانية فصار بالآلة فيه 20 بعدما أدخلت الخمسة وصار معي 20 قال هنا صار أشتري غرط العشري فسترجع الآلة كمان للصفر سوف يدعانا حالة أنه أنا من البداية دخلت عشرة بعدما أدخلت عشرة ممكن تدخل 5 فبروح لحالة الخمسطعش ممكن ندخل عشرة بروح لحالة العشرين سواء رحت على الخمسطعش او العشرين في نكمل نفس الممرات الثانية وقرر انا شو لازم اشتري وهيك ما نكون وصلنا على نهاية الفيديو شكرا لكم